كلنا عندنا مهام كتيرة جداً عايزين ننجزها ووقت ضيق جداً للمهام ديت عشان ننجزها فيه كلنا بنحاول اننا نعمل اكبر كمية شغل ممكنة في وقت اقل وكل ما خلصنا اللي ورانا وانجزنا المهام اللي عندنا من غير ما نقعد نسوفها كل ما نحس بالراحة النفسية اكتر وكل ما الدوبامين عندنا هيعلى او هنحس ان احنا سعاداء وفخرين بنفسنا اكتر ونحس ان احنا عايزين نكمل شغل تاني ونكمل 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 والاحباط يبعد عننا تماماً عشان كده في حديث النهاردة حب ان انا اتكلمكم عن productivity tips او خطوات لزيادة الانجازية والانتاجية خلال اليوم بتاعكم وخلال الشغل بتاعكم بس قبل ما نبدأ احب اقول لكم صباح او مساء الفل عليكم حسب ما بتسمعونا من اي بلد والساعة عندكم دلوقتي كام ما تنسوش تشاركوني في التعليقات عشان بحب التعليقات بتاعتكم جداً لما بتكتبولي انتو بتسمعوني من اي مكان والساعة عندكم كام دلوقتي وبهيس كأن انا موجودة معاكم في نفس المكان واهلاً وسهلاً بكم انا سلمة حجاج ودي قناتي تحفة تحفة ودي حلقة جديدة من حديث تحفة ويلا بينا نبدأ جمعت لكم عشر خطوات عشان نزود الانتاجية بتاعتنا لو مشينا على الخطوات دي هنقدر ان احنا ننجز عدد مهام اكبر في وقت اقل واول خطوة معنا هي ان احنا يبقى عندنا سيستم او يبقى عندنا خطة للشغل بتاعنا في حكمة بتقول الفشل في التخطيط هو تخطيط للفشل يعني لو ما كانش عندكم خطة للشغل بتاعكم ويمشين كده بدون اي تخطيط ده هيقدي الى ان الحاجات تتراكموا حاجات تنسوها وحاجات ما تمشوش عليها وتتفاجوا بعد كده بنتاج غير متوقعة عشان كده في الفيديو اللي فات شاركت معاكم الخطة بتاعتي والجدول بتاعي كل يوم ايه الحاجات اللي بعملها كل يوم وازاي بقسم المهام على الايام بتاعتي عشان اقدر اصنع محتوى في يوتيوب وانستجرام وعلى المدونة بتاعتي فما تنسوش ترجعوا للفيديو اللي فات وتتفرجوا عليه من حديث تحفة وتبدأوا وتكتبوا وتصمموا الخطة بتاعتكم اللي تتناسب مع نظام الشغل وظروف الحياة بتاعتكم تاي خطوة هي ان احنا لازم يكون عندنا قائمة مهام او to do list قائمة المهام ديت ممكن نكتبها قبلها بيوم بالليل او ممكن نكتبها يوم الشغل الصبح قبل ما نبدأ في الشغل المهم ان احنا ما نبدأش شغل فعليا غير واحنا عارفين ايه المهام اللي عايزين نعملها النهاردة انا عن نفسي باستخدم تكتك وبحط عليه كل المهام اللي عندي ولو مثلا ظهرتلي في نص كده الاسبوع مهمة لها علاقة بشغل معين الشغل ده انا عارفة مثلا ان انا بفتح canva illustrator جوم الحد وانا النهاردة يوم الثلاث فبرح رايحة على طول حتى في يوم الحد الجاي المهمة الفلانية ان انا عايزة اصمم مثلا التصميم الفلاني وبحطها فيه بحيث ان ما اجي افتح يوم الحد تكتك بتاعتي او to do list بتاعتي ايه المهام اللي عندي اكون عارفة انا بالزبط هفتح اللابتوب وهشتغل عليي بالزبط دي خطوة مهمة جدا وبتوفر عليكم مقت كتير جدا وايه التخطيط كل ما خططتوا وكتبتوا to do list بتاعتكم او قائمة المهام بتاعتكم قبلها كل ما هتسهل عليكم كتير جدا ان انتم تنجزوا الشغل بتاعكم كمان لازم قائمة المهام ده تكون وقعية حطوا بالكتير اوي تلات مهام ويكون التلات مهام دولة مترتبين حسب الاولوية يعني شوفوا ايه الحاجة اللي لازم تخلص النهاردة ولو ما خلصتش النهاردة احنا هنحس بسترس وهنحس بضغط وهنحس ان احنا مدقين ان احنا انجزناش المهمة ديت اول حاجة ديت لو ما انجزناش النهاردة او ما خلصناش النهاردة ممكن يقع علينا عواقب مثلا زي ان في عميل مستني الشغل بتاعه او مهامة مثلا زي دفع الفواتير فلازم ما نتأخرش على ان احنا ندفع فطورة الحاجة الفلنية بدل ما الخدمة ديت تتقطع وهكذا حسب ثالث خطوة وهي ان احنا نمنع التشتت نمنع التشتت باول نقطة ان احنا نبقى دي الموبايل عننا واحنا بنشتغل نحاول ان احنا نحطه على جنب وما نركزش معاه خالص وما نركزش معه نوتيفيكيشنز والاشعارات والرسائلة اللي كل شوية بتوصل لحد ما نخلص الشغل بتاعنا كمان مهم ايه عشان نمنع التشتت ان احنا نقعد واحنا بنشتغل في وضع جالس من الحاجات اللي انا رحستها ان انا كنت دايما بحب اشتغل وانا مثلا على الكنبة او اشتغل اه وانا مش في وضع الجلوس اللي احزت ان انا كل ما بقعد في وضعيات الجلوس على مكتب دوت بيخليني انجز اكتر بكتير جدا وبيدخلني في مود ان انا حاليا بشتغل وبيقلل احساسكم ان انتوا عايزين تناموا مثلا لو صحيح بدري اول وقته متأخر وعايزين تناموا قريدي اساسا فلو بتشتغلوا على السرير او مثلا بتشتغلوا على كنبة الوضع بيكون صعب جدا وشوية شوية هتحسوا ان النوم بدأ كده يدخل في عينيكو وتلاقوا نفسكو خلاص قفلته وهتكملوا نوم فعشان كده حاولوا ان انتوا تشتغلوا وانتوا قاعدين الحاجة اللي هتنجزوها وانتوا نايمين مسلا على الكنبة او بتشتغلوا من على السرير في ساعتين هتقدروا تنجزوها في ساعة لو كنتوا في وضع الجلوس ومش اهم حاجة هي شكل المكتب ولا التفاصيل دي كلها المهم حاجة يكون فيه كرسي بس مريح او كرسي عمتا يعني تسندوا دهاركم عليه واي ترابيزة عندكم ساعة بشتغل على رخامة المطبخ ساعة بشتغل على ترابيزة السفرة في ترابيزة جانبية كده عندنا ساعة بشتغل عليها اي طريقة المهم ان يكون في وضع الجلوس كمان عشان نمنع التشتت لو جات مهمة في بالنا او جات فكرة في بالنا زي ما قلتلكو لو جات دلوقتي في بالي افتكرت ان في مهمة معينة عايزة اعملها فانا هروح فتحة تدو لست بتاعتي واروح رايح مزودها ولو جات في بالي فكرة مثلا فجأة وانا بشتغل على حاجات مثلا لي علاقة باليوتيوب جيف بالي فكرة الانستجرام فانا بروح دخل على نوشن وتقدروا تستخدموا نوشن او تستخدموا اي تطبيق تاني اونلاين او حتى لو عندكم اجندة مثلا تحبوه وتكتبوه على ورق انا النفسي بروح دخل على نوشن على القسم بتاع انستجرام وبروح كتب الفكرة الجديدة ديت وبرجع تاني شغلي بحيث لما يجي اليوم بتاع الشغل مثلا متاع انستجرام او الوقت المناسب بفتح الفكرة ديت وقعد بقى اركز فيها وفي نفس الوقت الفكرة ديت انا كده طلعتها من بالي وكده اقدر ان انا اشتغل لان اخلص متأكدة ان انا كتبتها على جنب فبالي مش يبدو المشغول بها روابع خطوة ودي اه قد يبدو للبعض ان هي حاجة ملحش علاقة بالموضوع لكن في الحقيقة دي اساسة ان هم خطوة وهي الصلاة في وقتها من الحاجات اللي لاحظتها ان انا لما بصلي الصلاة في وقتها يعني اسيب اللي في ايدي مسلا العصر ازن وهي اسيب اللي في ايدي واروح رايحة مصلي العصر وبعد كده ارجع كم من شغل لاحظت ان دوت بيزود كتير جدا في الانتاجية بتاعتي وفي الانجاز بتاعي وبقدر ان انا اخلص المهام اللي وراي بشكل افضل مما لو شك فيه ان اكيد 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 الوقت اللي بنكون خلاص الحمد لله صلينا الصلاة وخلينا الصلاة ديت اول الاولويات وصلناها اول حاجة قبل ما نشغل بالنا باي حاجة تانية او قبل ما نبدي حاجة تانية على الصلاة مما لا شك في ان الوقت دوت اكيد ربنا سبحانه وتعالى هيبارك فيه وهيكون فيه بركة بشكل كبير جدا لكن كمان حاجة تانية يعني وهي حاجة زي نفسية بالنسبالي ان انا عارفة ان انا كده خلاص الحمد لله في مهامة ورايا انا الحمد لله انجزتها وربنا يتقبل طبعا منا جميعا لكن لما بكون قاعدة بشتغل وعارفة ان انا لازم اقومي صلي العصر فكأنه كل شوية وانا بشتغل في حاجة كيه بتيجي في دماغة تقولي يلا قومي صلي العصر يلا قومي صلي العصر في حاجة كل شوية بتيجي تشتتني لان انا عارفة ان الوقت اللي انا قاعدة بشتغل فيه دوت تركيزي هنقطع عشان انا لازم اه انفصل بقى عن المكان اللي انا فيه واروح اتوضى واصلي لكن لما بتصليوا الاول انتو كده خلاص في مهامة انتوا عارفين ان انتوا خلاص انجزتوها وعندوكم وقت طويل جدا مثلا لحد المغرب عارفين انتوا هتقدروا تشتغلوا لحد الوقت دا فدي من الحاجات اللي انا لحظتها ومن الحاجات اللي انا دايما بحسها ان ايا كان المهام اللي ورايا لو فيه وقت صلاة وصليت الصلاة الاول ربنا ببركلي في الوقت اللي انا بنجز فيه المهام دا وبالعكس بخلصها يعني اسرع ما يكون وبشكل اسرع بكتير جدا وبتفاجأ اصلا ان الساعة لسه بدري وانا خلصت المهام اللي وراي خامس خطوة معنا وهي ان احنا نبعد عن التسويف تسويف المهام لابراكم نهاردة 3 مهام وما انجزتهمش ووراكم بكرة 3 مهام تانين هيبقى بكرة وراكم 6 يوم اللي بعده هيبقى وراكم 9 وهكذا المهام هتتكاثر هتحسوا بالاحباط وهتحسوا ان انتوا مش قادرين تنجزوا اي حاجة وهتحسوا بحسيس سيئة جدا احساس بالفشل وحسسوا ان هنبدأ منين وان الحاجات متراكمة علينا عشان كده لازم نبعد تماما عن التسويف ودوت عن طريق ان احنا نحط خطة واقعية ونحط مهام واقعية لليوم بتاعنا زي ما قلتلكم ما تحطوش اكتر من 3 مهام لو انجزتوا 3 مهام دولا خلاص كده انتوا زي الفل عندكم موقت تنجزوا حاجة تانية كان بها ما عندكوش خلاص كمان عشان تبعدوا عن التسويف حاولوا ان انتوا تبدأوا بعد ما ترتبوا المهام بحسب الاولوية حاولوا ان انتوا تبدأوا باصعب واحدة يعني خلاص انا عارفة ان التلات مهام دولا هما الاكتر اولوية عندي ودولا اهم حاجات انا لازم انجزها انهي اصعب وارخم واتنح مهمة عندي ده تحاول انجزها الاول ده بالنسبالي زي مثلا ايام المذاكرة وايام الكلية لما يكون عندي مثلا النهاردة 3 محضرات عايز اذاكرهم في واحدة منهم صغيرة حاجمها مش كبير ومش تاخد قط طويل في المذاكرة وفي واحدة منهم كبيرة فانا بالنسبالي لو انجزت اصعب واحدة خلاص كده انا حسيت ان فيه يعني حمل جبال وتشال من على قلبي وعندي وقت بعد كده المهمة الصغيرة او المحضرة الصغيرة ده تقدر اخلصها وهبقى حاسة كده ان خلاص ان انا خفيفة ورايه حاجة بسيطة بس عايز انجزها كذلك برضو المهمة الصعبة للأسف احنا بنحاول نهرب منها ونحاول نحن نعود نأجلها نعود نأجلها نعود نأجلها ونسوفها لكن بس حاولوا تبدأوا فيها وصبروا نفسكم وقولوا طب انا هبدأ في المهمة دي ولو بس خمس دقائق او حاولوا كده فيها دقيقتين ولمو عجبتنيش هقفلها وحاولوا تتحكوا على دماغكم مجرد بس ما يتبدأوا في المهمة ممكن تكتشفوا ان هي اساسا ما كانتش صعبة زي ما انتم متخيلين بس انتم شايلين همها ممكن كمان تلاقوا ان انتم اندمجتوا في الموضوع ومسافة ما تبدأوا خلاص اشتغلتوا في المهمة دي 5 دقائق دماغكم هيرفض اصلا ان انتم تنقطعوا في النص وهتقولوا لا خلاص انا اشتغلت جزء من المهمة دي انا عايزة ان انا اخلصها في نفس الوقت هتحسوا ان فيه هم ونزح منه على قلبك وبالكم بعد كده المهام الالطف او المحببة على قلبكم بشكل اكبر والكلام دوت كمان نصيحة من كتاب اسمه ايد دات روج او فلتأكل زي لك اتضفضع والكاتب بيشبه فيه ان المهمة الكبيرة او المهمة اللي ريخ ما اوي على قلبنا كانها الضفضع احنا بنا كلها انا عايف ان التشبيه مقرف جدا بس الكاتب بيشبه المهمة الصعبة بضفضع وبيقول ان لو فيه كل يوم هو لازم يأكل ضفضع فالمهمة ديت هيعملها اول مهمة عنده يعني لو كل يوم هو مفروض يأكل ضفضع فاول حاجة هيبدأ بها في يومه هو انه يأكلوا الضفضع ديت عشان يخلص منها ولو مطلوب منه كل يوم انه يأكل ضفضعتين فهيختار انه يأكلوا الضفضع الاكبر الاول عشان برضو يخلص من ثقة المهمة ديت فهو دوت اللي انتو لو طبقتوه خلال يومكم وخلال تنفسكم للمهمة بتاعتكم وهتلاقوا ان انتو بتنجزوا بشكل افضل بكتير وكذلك لان برضو تأجيل المهمة الرخمة او الصعبة خلال اليوم لاخر اليوم او لاخر حاجة في الشغل تؤدي برضو الى ان انتو بتتشتتوا في شغلكم يعني انا شغالة في حاجة سهلة بس كل شوية بافتكر او انا شغالة في حاجة ممتعة بس كل شوية في مهمة رخمة انا بافتكرها بتنغص علي حياتي وفكرة ان انا اييي انا ورايا لسه ان انا اعمل كذا المهمات تقيلة على قالب ديات لكن لما اخلص منها في البداية كده خلصت انا برتحت منها وخلصتها وبالعكس برضو هبقى حاستة بالاحساس بتاع الدوبامين او ان انا كده مبسوطة وجواه كده احساس بالسعادة ان انا انجزت حاجة وخلصتها وخلصت منها سادس نصيحة او سادس خطوة عشان نزود الانتاجية بتاعتنا وهي وهي تقسيم اليوم بتاعكم لبلوكات او اجزاء كده او فترات كل فترة بتشتغلوا فيها او بتركزوا فيها على نوع معين من المهام يعني فلاكن مثلا ان انتوا عندكم خلال يومكم بتعملوا كذا حاجة من ضمنها مثلا الطبخ والشغل ومسلا تنظيف البيت فتقولوا مثلا ان اول ثلاث ساعات من اليوم دولة انا هطبخ فيهم وهعمل الاكل الوراية والثلاث ساعات مثلا اللي بعدهم دولة خاصين بالتنظيف مثلا البيت وبعد كده مثلا الثلاث ساعات اللي بعدهم او الاربع ساعات اللي بعدهم دولة خاصين بالشغل او مثلا اول اربع ساعات في اليوم دولة خاصين بالشغل وبعد كده الساعتين مثلا اللي بعدهم دولة انا هنضف فيهم البيت والثلاث ساعات مثلا اللي بعد كده دولة خاصين بالطبخ مثلا حسب ما انتو بترتبوا الموضوع والعبرة بالتايم بلوكينج هي ان انتو مفيش وقت يدخل على وقت تاني يعني وليكن مثلا ان دوت دلوقتي الوقت بتاع الشغل او دوت البلوك بتاع الشغل ودولة التلات ساعات او الساعتين اللي انا لازم اقعد اشتغل فيهم ولاحظت اي حاجة مش نظيفة في البيت ما اشغلش نفسي وما اشتتش نفسي وقول ايه يلا اما نظفها بسرعة او يلا اما اعملها بسرعة واخد من الوقت بتاع الشغل النظام ده طبعا بيمنع التشتت بشكل كبير جدا لان انا عارفة دلوقتي ان انا هقعد اشتغل وعارفة ان فيه وقت بعد كده ان شاء الله جاية للتنظيف فهقعد اشتغل وابزو القصرة به دي في الشغل دوت ولما ييجي وقت التنظيف مهام التنظيف ساعتها بقى تتنجز في وقتها فابسط فكرة او ابسط تعريف للنظام دوت هي اننا مفيش بلوك يخش على البلوك التاني او مفيش حاجة تخش على وقت الحاجة التاني يعني لو مش قدري ان انتوا تقسم اليوم بتاعكم البلوك التاني من الساعتين دول ستريه لناعم يوم كذا فابسط طريقة هي ان انتوا تبدأوا دلوقتي وطبخ ساعتين ونصوف او ثلاث ساعات او مثلا دلوقتي الساعة 1 TO 1 فالا ساعة اربعة الساعة اربعة سأقفل الخ sacrificing Inviting التى ثورة او مثلا الاطبخ اطبخ او دخل المطبخ اطبخ Celtic اللي مفروض اعمله النهاردة. وهكزا دي ابسط طريقة او بكل بساطة ازاي نطبق في حياتنا. سابع نصيحة او سابع خطوة هي ان انتم الى جانب قائمة المهام بتاعتكم اللي بتعملوها بالليل قبلها بيوم او يوميها الصبح بدري. تعملوا قائمة انبهارات. يعني انا بحب ان انا اجي اخر اليوم. وابص على بتاعتي بتاعة تيك تيك. وادخل اي حاجة انا عملتها خلال اليوم وكنتش كتبها في بتاعتي. وبحس كده ان انا الحمد لله راضي عن اليوم بتاعي وان انا انجزت. وحتى دي ات حاجة بتخليكوا تتأملوا في اليوم بتاعك وتشوفوا انتو عملتوا ايه النهاردة. ولو حسين مثلا ان اخر اليوم ان انتو محبطين او في حاجات وراكم مخلصتش بتكتشفوا لأ ان انتو يومكم مضعش هادر ووقتكم مضعش هادر. وفي حاجات كتيرة جدا انتو عملتوها. ممكن مثلا ما تكونيش كتبة في التودولست بتاعتك ان انت نهاردة عايزة تخسلي دور غسيل مثلا وتنشريه على المنشر. او على الحبل يعني. فتروحي كتبة ان في دور غسيل وتروحي عاملة على المهمة دي تشك ان انت خلصتي المهمة دي. ممكن تكوني نضفتي جزء في البيت. وما كنتيش كتبة المهمة ديت. فتروحي كتبها وعمل عليها تشك. ممكن تكوني النهاردة قضيتي مسلا وقت مع عيلتك او مع اولادك او مع الناس اللي انت بتحبيهم. وده في حد زيته برضو انجاز ان انت قضيتي وقتك في حاجة جميلة. فممكن تكتبيها كم اهمة ويتعملي عليها تشك. او تعليمي عليها ان هي كده خلاص تمت. فبتيجوا في اخر اليوم تتأملوا اليوم بتاعك وتشوفوا اليوم بتاعك ومشي ازاي. ايه الحاجات اللي انجزتوها وتكتبوها. ومهما كانت المهمة بسيطة وتفهى. فاكتبوها. لو في مسلا دور جرى وقتي. لو مهما كانت الحاجة بسيطة عن نفسي مسلا لما بس ايه مسلا الزرع بتاعي بروح كتبة ان انا ساعت الزرع النهاردة. لو زراعة بزور جديدة بكتب زراعة بزور وبروح عامل عليها تشيك. وهكذا. تامن نصيحة هي ان احنا نشتغل بالجملة مش بالقطاع او نعمل وورك باتشنج. ودوت بكل بساطة ان انا بدل ما النهاردة اقعد اسجل فيديو واحد بما ان انا خلاص دخلت في موت بتاع تسجيل الفيديوهات او تصوير الفيديوهات او ايا كان. اقعد اسجل فيديوهين او تلات فيديوهات. ان بدل ما انا النهاردة اقعد اكتب بوست واحد للمدونة لانا حاول انا اكتب تلات بوستات. وبعد ما اخلص كتابة التلات بوستات دولة اقعد اعدل على التلات بوستات. وبعد كده اقعد مسلا اصمم الصور بتاعتهم كلهم مرة واحدة. وبعد كده ارفع البوستات دات مسلا ويقى الجدولها برضو مرة واحدة. يعني ان بدل ما تبدأوا كل شوية العملية من اول وجديد ان انا هصور الفيديو و هصور فيديو واحد وعمل له مونتاج. وبعد كده ارفعه على اليوتيوب. وبعد كده ارجع صور فيديو جديد. وعمله منتاج وارفعه على اليوتيوب لأنا هصور فيديوهين مثلا او 3 فيديوهات مرة واحدة وبعد كده هعود اشتغل على المونتاج بتاعهم وبعد كده ارفعهم واجدولهم في الموعد بتاعتهم وهكذا ولو حابين تعرفوا اكتر عن الورك باتشنج وازاي نقدر ان احنا ننجح فيه وازاي ان احنا نقدر نطبقه على الستايل بتاع شغلنا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتختاروا اول عشان ان شاء الله دوت هيكون موضوع بتاع الحديث القادم او بتاع الحلقة الجاية او الفيديو الجاية من حديث طحفة ان شاء الله وتاسع خطوة او تاسع نصيحة معنا وهي ان احنا نحاول نكون دايما ممتنين وشكرين لكل حاجة حوالينا وحمدين ربنا عليها وحاسطين بالفضل والنعمة اللي احنا فيها الحمد لله والشكر لله مهما كان اليوم ومهما كان الانجاز اللي انتو انجزتوه او الحاجات اللي انتو فاكرين ان انتو ما انجزتوهاش او الحاجات اللي اتأخرتو فيها ما فيش اي مشكلة ابدا حاولوا تبصوا للنعم اللي في حياتكم حاولوا تبصوا للحاجات الموجودة مش الحاجات المفقودة ودايما نخلوا عندكم احساس بالامتنان واحساس بالفضل من ربنا سبحانه وتعالى علينا ان احنا الحمد لله لو النهاردة بس صحينا ويكوننا بصحة وبخير فالحمد لله ديت نعمة النهاردة لو احنا شفنا الشمس اكلنا اكلة حلوة شربنا مياه كويس شربنا مشروب حلو قعدنا مع نفسينا في هدوء او حتى قعدنا في دوشة او حتى الدنيا كانت مكركبة او اي حاجة من الحاجات ديت فحاولوا تشوفوا الجانب الايجابي فيها وتحسوا بالتفاصيل والجمال اللي في كل التفاصيل اللي حوالكم كل ما نكون ممتنين وشاكرين للحاجات الحمد لله والنعم اللي في حياتنا فده هيقلل من الاحباط ومن الاحساس ان احنا ما انجزناش ومن الاحساس بقلة التقدير لنفسنا وده هيساعدنا ان تاني يوم نصحى وعندنا امل تاني ويوم جديد بيبتدي وبداية جديدة وان شاء الله تكون بداية سعيدة علينا كلنا ونبدأ وننجز تاني وكل يوم هو فرصة جديدة لو النهاردة ما انجزتوش حاجة فعندكم بكرة عندكم بعده وان شاء الله كل يوم يبقى افضل من اللي قبله عشر بقى نصيحة وعشر خطوة وده هيت مش انا اللي هقولها انا عايزيكم انتو تكتبوا لي في الكومنتات زي نصيحة او خطوة بتحسوا ان هي بتزود الانتاجات بتاعتكم او لما بتعملوها بتحسوا ان انتو بتشتغلوا بشكل افضل والاجابات بتاعتكم دات انا هاخدها سكرينشوت وهنزلها على المدونة في البوست الخاص بالنصائح بتاعت زيادة الانتاجية والانجاز اكتر وحنا بنشتغل من البيت فعايزيكم تشاركوني في الكومنتات نصيحة او اكتر عشان انا استفيد بيها وعشان كمان كلنا نستفيد بيها ودي كانت كل حاجة للحديث بتاع النهاردة يارب يكون الحديث ده وتعجبكم لو اجابكم ما تنسوش تعملوا شير مع اصدقائكم المهتمين وتدعمونا بشكل مجاني تماما عن طريق انتو تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتختاروا اول عشان يوصلكم كل جديد وتتابعونا على المدونة في سبوك تليجرام وانستجرام هسيبلكم الروابط دي كلها تحت في صندوق الوصف والى اللقاء في حديث جديد دومتم بخير باي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة